مباشرة إذا بعبوة انفجرت هذه العبوة تضحت أنها عبارة عن عبوة لاصقة ولصقت في طغم كان بجوار السيارة الخاصة بنا وحصل أن تضرر أكثر من عشر قرحة هؤلاء الذين كانوا متواجدين منهم معنا ومنهم منهم كانوا متواجدين أمام مجموعة مطاعم وقد قمت أنا والأخ رشاد الأكحلي بزيارة تفقدية للقرحة ووجهنا بمعالجة جميع الحالات هذه الحادثة تأتي تتويجا لعمليات الاغتيالات التي انتشرت في المدينة طيلة الأشهر الماضية بعد أن دخل التعز مربع الامفلات الأمن من أوسع أبوابه فلا يكاد يمر يوم دون أن يسال دم أحدهم على شوارع المدينة وأرصفتها والفاعل دوما مجهول استقل دراجة نارية ولد بالفرار لا تقف الحادثة عند كونها استهدافا لوكلاء المحافظة فقط فمن حيث التوقيت فقد أتت بعد تعيين المحافظ الجديد وأدائه لليمين الدستورية وقرب عودته إلى المحافظة وعلى ما يبدو أن هناك رسالة ما لشخص المحافظ خصوصا وأن الحادثة هي الأولى من نوعها تقريبا إذن فالواضح أن تعز أمام مرحلة جديدة مليئة بالتعقيدات وتداخل الأطراف وربما تتكشف الأوراق وتتصادم المشاريع بالتزامن مع عودة المحافظ الجديد